اشتركوا في القناة استثنائية بقيام مجموعة من التلاميذ بالاحتجاج بشكل عنيف مما اسفر عن تكسير بعض مرافق المؤسسة وتعنيف الاطر العاملين فيها وحسب مصادر محلية فقد اصيب مدير المؤسسة المذكورة بجروح بليغة على مستوى الرأس بعدما حاول منع التلاميذ من اقتحام مكتبه مخافة اتلاف الوتائق حيث تعرض للرشق بالحجارة فيما تم تخريب مكتب الحارس العام ونقل الوتائق الموجودة بالمؤسسة الى الخارج والعبت فيها وظهرت مجموعة من الفيديوهات المنشورة على منصات التواصلة لاجتماع عملية الرشق لباب المؤسسة التعليمية ونوافذ الاقصام بالحجارة ما ادى الى تخريبها كما تم تدمير الطاولات والصبورات والحق اضرارا بعدد من الوتائق والكتب والدفاطر التي كانت محفوظة داخل الاقصام وقالت مصادر ان تحقيقا فتح في الموضوع في وقت لا تعرف حتى اللحظة الاسباب الحقيقية لما وقع خاصة وان هذه الاحتجاجات جاءت في سياق عودة الاساتدة لاستئناف الدراسة اشتركوا في القناة